مين هم إخوة يسوع بحسب الفكر القبطي؟ أولاً إخوة الرب في معنى نبوي ومعنى روحي مين هم إخوة الرب في المعنى النبوي؟ اليهود اللي هم في آخر الأيام في الضيقة العظيمة هيتشتتوا هيتشتتوا هيتدكوا دك كما حصلتش ودول اسمهم إخواته الأصاغر عينهم هتدفتع عليه وكل اللي يصونهم وياخدهم في الوقت ده هيبقى من ضمن الخراف وكل اللي هيبادلهم هيبقى من ضمن الجداء ده في الآخر مش دلوقت دلوقت هم مش مؤمنين هم متكلين على القبل الزرية وعن أمريكا وغيره وطيحين لكن الحاجات ده اللي بتحصل أنا كنت أقرأ دايماً أقول ليه جوج وما جوج الدول الشرقية كلها هتهجم عليهم فكانوا المفسرين يقولوا إيه أصل العالم كله هايجي يوم يكره اليهود أقول ليه كرهوه إزاي هم بيتعاملوا مع الناس معاملات كويسة هم بيحبوا يغضي حقهم لكن بيتعاملوا كويس لغاية ما جات موضوع غزة وحتى كل الناس حتى في أمريكا وفي العالم لما يشوفوا الأطفال الصغيرين والنساء والبيوت اللي بتقع واللي بيقولوا رحوا لي ثلاث أولاد وبنتين واللي بيقولوا ده كله حاجة لا يقبلها دين ولا يقبلها عقل ولا تقبلها رحمة وده الوقود اللي هيكره العالم أكتر وأكتر فيهم فيهم لما تروع عنهم القوة اللي متكلن عليها لأن ملعون من يتكل على أمريكا على زراع بشر فهتبتدي يصرخوا اليسوع بقى هيفتكروا كلام أبأهم علينا وعلى أولادنا يقولك بس هينتقم منا إيه الحق يا يسوع وهو قال لهم بايتين كلمتين فيهو شع أمنوا تأمنوا انتم أمنتوا هتجدوا الأمان يا أحبائي فهنا لما نشوف نقول أن دول إخوة يسوع في المعنى إيه النبوي طب في المعنى الروحي الفؤرة والمساكين ما صنعتم بإخوتي هؤلاء الأصاغر فبيصنعتم فبيصنعتم واحد كان اسمه بطرس البخيل وربنا عمل معاه معجزة فهو ماشي لقى واحد بردان فقلع التوب بتاعه ولبسهله جب الليل وهو نايم شاف يسوع لابس إيه التوب بتاعه قال معقول يا سيدي تلبس توب واحد خاطي قال له ما فعلته بأحد أخوة الأصاغر فبيفعلت قال له طب إيه رأيك أنا هلبسك نفسي وراح باع نفسه عبد وخد الفلوس وزحها للفؤرة والمساكين وعاش عبد لخدمة رب فهنا ربنا بيقول إخوتي الأصاغر والأصاغر يعني دول الأصاغر ماديا فيه أصاغر اللي هما الأصاغر روحيا اللي هما ما بيجوش كنيسة أرايب بكليك أرايب ما دخلوش كنيسة اسأل عنهم مش ضروري المساعدات المادية المساعدات النفسية والروحية وكل ده يبقى إيه؟ يبقى إيه؟ يبقى إيه؟